السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي اليوم أعزائي التلاميذ في فيديو اللي فدرت لكم مراجعة مراجعة لفصل اول يعني دلت لكم درسين ودركا وصلنا لثمينة دنان و البلوغيال وصلنا للمؤنث درس المؤنث والجمع فهمتكم كيف نحاول من المذاكر للمؤنث والجمع وصلنا للمؤنث والجمع وصلنا للمؤنث والجمع ماذا قلنا؟ في البلوغيال قلنا كيف أولت؟ أولد د أولد د غارسان كتبناها كمراهيم بدنا فيها ولب سعززنا فيها حاجة مع الأخر هي الأس كانت أولد أولد أولاد كانت أولد أولاد هذا المفرد وهذا الجمع عندنا لا في لا في لا للمؤنث والجمع للمؤنث والجمع في المؤنث والجمع ما قلنا؟ قلنا أولد 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 مهمة ثم أولد أولد قلنا لدينا عمليات الكبيرة.. قوانين وامتداء من الجامعة نحاولوا حاجات تغير كبيرة تغيرها جداً تغيرها لدينا عمليات فة تغيرها قناة كانت ماذا بها فى هذا السنة فترة سنعود لكم غير اي اس لدينا فترة اي 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 اس كما ندعم يجب أن تحفظها يجب أن تحفظها يجب أن في المفرد في سنجلي يقول ل دي و ل و لا في الجمع يقول ل يجب ان تحفظها يجب أن تحفظها حلوك يجب أن نفعله يجب أن تتفهم يكفي اليكا يكفي الناس اتيا يعني في المؤنث للابن أنامي 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 للابن الأرنب أنامي صديق أنامي تلميذ دورك حنا عندنا في القاعدة وش قلنا لي خلاصوا بالأ تخلوهم بالأ وليم يخلاصوا بالأ وش نزيلوهم أ لأ وش قلنا تولي شيفو لأ وش ولت لأ ولت لا ماهلا هنا يا لأ لابن مافياش لأ ما نزيلوها أ لالابين أرنب أرنبا أنامي أنامي أم وش قلنا تولي أم ونلأ أون هذا الحات اللولة أمي مافياش لأ ماالاخر نزيلوها لأ أمي أنالاف تلميذ أم وش ولقوش ولات أين لك كتبوا الحالة للشحات الأولى أين ألاف بالأ خلوها كما رحي بالأ أميلاف 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 كما رحكم تولي أو التمرين الثاني قال لك إكري لنون سويفون أو بلوريال أكتب الأسماء الثاني أكتب الأسماء الثانية في الجامعة أميلاف لأ أميلاف كما نقول لأ 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 تلافون لأ تلافون مالا لي تروح تكيبو الكلماء الكيماراي وزيدو لها الاس تحجوها تفهمو لستيلو اون غام اون تقول لي دي غام زيدو لها الاس باك الاس لا بورت لا وش تقول لي لي مالا لي روح تزيدو الاس لي بورت حاجة سهلة شفتو دو كنروحو للدرس الاخير واللي هو الجملة المنفية نروح نمد لكم ديتكم انا تكشو لقددت لكم درس شو لديبت لكم هاكا دروس هاكا على شو لما شرحته لكم على شكل امثيله دو كنشوفوا الفرم نيغاتيب جو فى من تروا انا جو فى اقوموا من تروا انا اقوموا بعمالي جو فى من تروا انا لا اقوموا بواجيبي جو فى من تروا انا اقوموا بواجيبي جو فى من تروا انا لا اقوموا بواجيبي وår sebenتمت بعمالي فى موجود فى اقوم den ايجابى يعني حاجة صار channels هناك اكمت بواجيبي وهنا ما قمت بعمالي ما nerه انا فينا يعني منافة مثل كالترنا وانا يوضحч قوي 92 هكذا نغرب تواجدنا هذا العوامل اللي نزيدوهم في الجملة يساعدون لتحويل الجملة من جملة منفية هذه اسمها دوكا هادي كما قلنا زدنا حاجة قبل الفعل واللي هي نو وحاجة ما الفعل واللي هي يابا روحوا اول حاجة شوفوا على الفعل سطر عليه بعد هذك الفعل زيدوه قبل نو وزيدوه مرحبا نروحوا احلام بوخت انشابو احلام ترتدي كبعه احلام نو وحاجة احلام بوخت هذا هو الفعل يعني ترتدي ولا تلبس بوخت دو كنزيدوه قبل ومورح حاجة مورحوش نزيدوه قبل نو ومورحبا معنا كيفاش يقول لي احلام نو بوخت بوخت انشابو يعني أحلام ما ترتديش أو باعة شفتو أحلام porte un شابو أحلام نبوغت پا un شابو زما توجور جترنا نعق بالفعل و پا مالفعل دوك ندلكم عكا تمرين بيش تفهمو خير اكتفيته ترانسفورم ترانسفورم لفراز سويفانت أ لفرم نغاتف معنى تحول الجمل الآتية إلى الجملة المنفية ولا على الشكل المنفي دوك أمين رغغد لاتيلي أمين يشاهد التلفاز سوميا لي كونت سوميا تقرأ قصة ناريمان دسين ناريمان ترسم قط محمد ترجمة نانسي قنقر